وللرقاني أقام معالي الوزير الأول سيد المختار واللجاي مساء اليوم بل مساء أمس في نوكشوت حفل عشائن على شرف نواب الجمعية الوطنية بمناسبة تقديم السياسة العامة للحكومة التي تمت المصادقة عليها في جلسة الجمعية الوطنية المنعقدة السبت الماضي وكان الحفل فرصة أشار فيها معالي الوزير الأول في كلمة بالمناسبة أشار إلى أن الوقت الآن أصبح وقت العمل بعد مصادقة الجمعية الوطنية على السياسة العامة للحكومة وسنعمل يقول السيد الوزير الأول على تنفيذ كافة الالتزامات التي أخذناها أمام البرلمان على أحسن صورة منوها بأهمية مشاركة نخب البلد السياسية والثقافية والاجتماعية وقدرتهم على رفع تحديات التي تقف أمام تنمية البلد وبرزان أن المستقبل واحد وأن البلد يسع جميع أبنائه وشكر معالي الوزير الأول شكر الحضور على تلبية هذه الدعوة وكما شكر كذلك رئيس الجمعية الوطنية ونواب البرلمان على الظروف التي اكتنفت عملية مناقشة السياسة العامة للحكومة والمصادقة عليها وأشهد بالثقة الكبيرة التي يوليها النواب لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني مؤكداً التزام الحكومة وانفتاحها واستعدادها لتعاون مع المؤسسة التشريعية وفق الدستور وقوانين الجمهورية محيياً لأغلبية السياسة بل الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية أحزاباً ونواباً على تماسكهم وتجانسهم ودفاعهم عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية كما شكر نواب الشكران وبل معارضتي على لعب دور مهم كمعارضة وطنية ديمقراطية مجدداً انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه تسهيل تعاون معهم في كل ما يخدم مصلحة البلد حاضراً ومستقبلاً حضر حفل العشاء رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبا مكت ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ناطق باسم الحكومة الحسين والمد وعدد من عضاء الحكومة ونواب رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب الإنصاف ورؤساء أحزاب الأغلبية وطاقم ديوان الوزارة الأولى وشخصيات أخرى اشتركوا في القناة